السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل أحمد حسام ميدو لاعبون كرة أبطال على شاشة السينما المصرية تعد كرة القدم لعبة شائعة في كل دول العالم وهي الرياضة المفضلة للجماهير في كل مكان ويمتاز لعب كرة القدم بشعبية كبيرة ويستغل بعضهم هذه الشعبية ويتجهون إلى مجال التمثيل لعل آخرهم اللاعب أحمد حسام ميدو الذي اتجه للتمثيل من خلال فيلم بعنوان الحريفة بطولة نور النبوي ويعتبر سيد حودة لاعب وسط الاتحاد السكندري في السلسينيات والأربعينيات صاحب الصبك بين أكرانه من نجوم القرى في الظهور السينمائي من خلال ظهوره ضمن طاكم عمل فيلم شالوم الرياضي الذي أخرجه وأنتجه وكتب قصته تجوم زراحي وتم عرضه يوم 18 نوفمبر عام 1937 وشارك النجم السكندري شالوم البطولة وهو ممثل مصري تربع على عرش الكوميديا لفترة خلال حجبة السلسينيات من القرن الماضي عبد الرحمن فوزي نجم هجوم المصري البرسعيدي والزمالك في سلسينيات وأربعينيات القرن العشرين كان من بين لاعب القرى الأوائل الذين اتجهوا إلى العمل بمجال الفن السابع عندما اختاره المخرج بهاء الدين شرف ليكون ضمن فريق العمل في فيلمه كابتن مصر عام 1955 مشاركا للراحلين الكبيرين اسماعيل ياسين ومحمد الكحلاوي بطولة الفيلم استغلالا لشعبية فوزي أول لاعب مصري وعربي يسجل في كأس العالم بهدفيه في مرمى المنتخب المجري بإيطاليا بمدينة نابل الإيطالية وخسر الفراعنة أربعة اتنين وبالرغم من عدم نجاح التجربة إلا أن نجم مصر الكروي خاض تجربة التمثيل مجددا بعمله ضمن فريق العمل لفيلم حديث المدينة الذي شهد أكبر تجمع لنجوم القرى عام 1964 وكان يدور حول قصة حياة نجم الزمالك القديم عصام بهيك وأخرجه كمال عطية وقام عبد الرحمن بدوره الحقيقي قعده مجلس إدارة لنادي الزمالك في عام 1963 أدركت النجمة الكبيرة مجدى الصباحي حجم شعبية لاعب القرى وحاولت استغلال هذه الشعبية وتوظيفها من خلال عمل فني تمثل في فيلم حديث المدينة عام 1964 الذي أخرجه الراحل كمال عطية وقام ببطولة الفيلم عصام بهيك نجم وسط الزمالك والمنتخب الوطني في فترتين الأربعينيات والخمسينيات مشاركاً النجمة شويكار البطولة ودارت قصة الفيلم حول قصة حياته منذ أن كان طفلاً صغيراً حتى مروراً بحالة انعدام الوزن نتيجة عدم التزامه ثم استعادته توازنه وعودته القوية للملاعب وقام بدوره وهو طفل صغير الدكتور محمد يحيى أحد أشهر الأطفال في السينما المصرية في ذلك التوقيت وظهر في الفيلم العديد من نجوم القرى مثل علي محسن وحنفي سلطان ورفعة الفناجيلي وعبد الرحمن فوزي ومحمد لطيف وحسن الشزلي ومصطفى رياض ورأفة عطية الذين كان لهم تأثير كبير في حياة النجم عصان بهيك بالرغم من النجومية الكبيرة لصالح سليم نجم وسط الأهل والمنتخب الوطني في الستينيات والخمسينيات واستمرار هذه النجومية بعد اعتزاله وعمله في المجال الإداري ليصبح رمزاً لناديه والرياضة المصرية إلا أن هذا النجاح الباهر لم يلاقي صالح خلال عمله في التمثيل وكانت أبرز تجاربه في فيلم الشموع السوداء عام 1962 من إخراج عز الدينز الفقار وبالرغم من أنه كان بطلاً للفيلم بالمشاركة مع السيدة نجاة الصغيرة والراحل صلاح صرحان وفؤاد المهندس إلا أن صالح سليم لم يتمكن من ترك البصمة ذاتها التي تركها كلاعب بل لم يعتز بتجربته على الشاشة الفضية وتعرض لموقف صعب خلال الفيلم تمثل في تعرضه للإصابة خلال مباراة الترسانة في الدوري التي خسرها الأهلي خمسة واحد ليضطر المخرج إلى افتعال مشهد سقوطه من أعلى السلم ليتمكن من الظهور على عكاز ولم تقتصر تجربة نجم مصر الراحل على الظهور في الشموع السوداء بل سبقها عمله في فيلم سبع بنات من إخراج عاطف سالم وأعقب الفيلم ظهوره في الباب المفتوح من إخراج هنري بركات لم يغب عن المشهد السينمائي من لاعب الكرة الراحل عاد الهيكل حارس مرمى الأهلي والمنتخب الوطني الأول في الخمسينات والستينات من خلال عمله في فيلم إشاعة حب عام 1960 بمشاركة عمر الشريف وسعاد حسني ويوسف وهبي وإحسان شريف وجمال لرمسيس ووداة حمدي وإخراق فطين عبد الوهاب وجاءت مشاركة عاد الهيكل بناء على ضغط من صديقه عمر الشريف وقام بدور خطيب هند رستم الغيور بشدة وبالرغم من النجاح الذي حققه الفيلم إلا أن عاد الهيكل وصف تجربة بالأسوأ في حياته ولم يقدم عليها مرة أخرى شريف عبد المنعم أحد أفضل لاعب الأهلي في السبعينات والثمانينات من نجوم الكرة الذين ظهروا على شاشة السينما بشكل مكسف دون أن يحقق نجاحات تزقر لا يعلم الكثيرون أن شريف ظهر لأول مرة في السينما عام 1983 عندما كان لاعبا في مشهد صغير بفيلم إنهم يصرقون الأرانب بصحبة يحيى الفخراني وسمير غانم بطلية الفيلم وبعد اعتزاله الكرة في منتصف السمانينات اتجه للعمل في الفن السابع منذ مطلع التسعينات وظهر في أفلام عديدة مثل عودة الهارب والصفقة وقبضة الهلالي والغجر وامبراطرية الشر وحائط البطولات وفتاة من إسرائيل وبركان الغضب وفخفخينه بجانب عمله في مسلسل الكومي ضمن فريق العمل الذي استقر عليها المخرج الكبير الراحل محمد رادي عام 2001 للتصوير في استوديو الأهرام جمال عبد الحميد هداف الأهل والزمالك والمنتخب الوطني في السمانينات والتسعينات وقائد كتيبة الفراعنة في منديال عام 1990 بإيطاليا كان الجميع يتوقع له النجاح في تجربة العمل بالسينما بعد اعتزاله القرى إلا أن النجم القدير خالف هذه التوقعات ولم يترك بصمة على الشاشة الفضية بالرغم من حصوله على فرصة العمل بل والبطولة في فيلم الصاغة من إنتاج عام 1994 من إخراج أحمد السبعوي وذلك ما ينطبق على عمل جمال في مصرحية دقيا مزيكة في صيف عام 1993 بعد اعتزاله مباشرة وظهر المهاجم القدير أيضا في مشهدين صغيرين في فيلم يا رب ولد بصحبة حسام البدري ومتحة رمضان وشارك في بطولة الفيلم زميلهم إكرامي وقام بإخراج الفيلم محمد عبد العزيز وكانت البطولة لفريد شوئي وكريمة مختار وسامير غانم وأحمد راتب وإسعاد يونس وحنان سليمان إكرامي حارس مرمى الأهلي والمنتخب الوطني السابق يعتبر الأوفر حظا بين لاعب القرى الذين عملوا في السينما في الحصول على رضاء نسبي من جمهور الشاشة الفضية ورغم ذلك ترك رصيدا فقيرا وأختاره المخرج محمد عبد العزيز ليكون ضمن فريق العمل في ثلاث أفلام منها رب ولد ورجل فقد عقله وكان ضمن فريق العمل الذي اختاره المخرج صلاح كريم لتنفيذ فيلم إحنا بتوع الإسعاف طاهر الشيخ عضو مجلس إدارة الأهل السابق ونجم فريق القرى في السبعينيات لم يحقق النجاح المنتظر بظهوره في فيلم رحلة النسيان عام 1976 وهو في أوجن جميته وشارك نجلاء فتحي ومحمود ياسين بطولة الفيلم الذي أخرجه أحمد يحيى خالد الغندور نجم الزمالك في التسعينيات ومطلع الألفية الثالثة كان من بين اللاعبين الذين حاولوا الظهور في عالم التمثيل وإن كان ظهور خالد جاء بشكل غير جاد في أفلام مثل سكوت هنصور وزي الهوى والحس السبعة بجانب عمله في مسلسل إزاعي أحمد صلاح حسني مهاجم الأهلي والاتحاد السكندري والمنتخب الوطني في التسعينيات ومطلع الألفية الثالثة من اللاعبين الذين اختاروا العمل في الحقل الفني بشكل احترافي عقب اعتزاله القرى ووجد في نفس الموهبة التي تؤهله لذلك وإن كان ظهوره منحصرا بشكل أكبر على مجال الدراما والشاشة الصغيرة من خلال عمله في مسلسلات شربات لوز وتحت الأرض والسيدة الأولى وكلام على ورق وإن كان تقلق سينمائيا في الفترة الأخيرة وظهر بقوة في فيلم الممر بجانب إجادته لفن التلحين ليصبح الأقصر نجاحا بين لعب القرى الذين اتجهوا للفن ترجمة نانسي قنقر